مع تزايد الدعوات الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى هناك أكد منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتين جريفث أن إيصال المساعدات إلى سكان غزة أصبح مستحيلاً مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع جريفث أوضح في منشور عبر صفحته على منصة هيكس أن العوائق أمام إيصال المساعدات تتمثل بالقصف المتواصل واستهداف قوافل المساعدات ونقاط التفتيش ولائحة طويلة من المساعدات الممنوع إدخالها إضافة إلى مقتل عمال الإغاثة وتهجير آخرين والقطاع التجاري المدمر والاتصالات السيئة معرباً عن إحباطه من تلك العوائق بدورها قالت المقرر الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيز إن ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين في قطاع غزة يمثل أهوال القرن وفق تعبيرها مضيفة أن الصمت الغربي إزاء ما يحدث في القطاع يتحول إلى تواطئ حسب وصفها وفي ظل هذه الأوضاع الكارثية اعتبرت المديرة الإقليمية لليونسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدي الخضر أن العام الجاري كان الأكثر دموي على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة بسبب العنف المرتبط بالنزاع حيث ارتفعت أعداد القتلى من الأطفال لمستويات قياسية غير مسبوقة مقارنة بالعام الماضي وبعد موجات نزوح جديدة قال الهلال الأحمر الفلسطيني أنه يخطط بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري لإنشاء مخيم للاجين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لاستيعاب مئات العائلات النازحة